السؤال الأول في هذه الحلقة حول كيفية زكاة الأسهم السائل يقول أريد أن أعرف الطريق أو الطريقة الصحيحة لزكاة الأسهم نقول له لابد أن نؤكد في البداية أن تمام الملك شرط لوجوب الزكاة القدرة على حيازة الشيء والانفراد بالتصرف فيه ومباشرة حقوق الملكية عليه فهو اتصال شرعي بين الإنسان وبين شيء من الأشياء يكون مطلقا تصرفه فيه وحاجزا عن تصرف الغير ما تحقق فيه هذا المعنى من الأسهم أو حسابات التقاعد وجبت زكاته بعد استقطاع الضرائب والغرامات وإلا فلا زكاة فيه حتى يتمكن من قبضه أحيانا يبلك أسهم لكن لا تستطيع أن تحوزها ولا أن تتمولها ولا أن تندفع بها إلا إذا بلغت سنا معينة أو إلا إذا استقلت من الشركة أو أقلت منها مثل هذه الأموال بوضعها الراهن ليست أموالا زكوية تكون أموال زكوية بالقدرة على حيازتها بالقدرة على التصرف فيها طبعا إذا كانت ما يستقطع من ضرائب أو غرامات يستقطع من قيمة هذه الأسهم ويزكى الباقي أيضا نؤكد أن الزكاة تحسب على أساس السنة الهجرية يعني الحول القمر هي التي جعلها الله مواقيت للناس يسألونك عن الأهل التي قل هي مواقيت للناس والحي إذا تعذر هذا لأسباب قانونية أو لأسباب عملية تحسب الزكاة على أساس السنة الميلادية مع الأخذ في الحسبان الفروق في عدد الأيام بين التقويمين الهجري والميلادي مقدار الزكاة الواجبة بناء على السنة الهجرية 2.5% على السنة الميلادية 2.575% وهذا في زكاة النقدين وعروض التجارة طيب من اتخذ أسهما لكي يستثمر فيها يتاجر فيها بيعا وشراء الزكاة الواجبة فيها ربع العشر 2.5% من القيمة السوقية يوم وجوب الزكاة اليوم اللي خايفي الزكاة تنظر كم قيمة الأسهم اليوم ثم تخج زكاتها طبعا بعد أن تضيف هذا إلى ما عندك من مال سائل وما لك من ديون ترجو استفاءها وتطرح من الجميع ما عليك من ديون وتزكي ما بقي كما قلنا دائما في زكاة عروض التجارة ما عندك من نقد يضاف إليه كذلك قيمة ما عندك من سلع تستثمر فيها يضاف إلى هذا ما لك من ديون ترجو استفاءها يطرح من هذا ما عليك من ديون تزكي ما بقي بارك الله فيك أما إذا اتخذت عشان تعيش من دخلها من ريعها السنوي ينظر إذا أمكن أن تعرف ما يخص كل سهم من الموجودات الزكوية للشركة يذكر وبالعش طب إيه معنى الكلام ده هو أصل السهم حصة شائعة في رأس المال وليس رأس مال الشركة كل مالا زكويا لأن الشركة فيها مقر تمارس فيه أعمالها سيارات تنقل فيها الموظفين بتوعها عندها مخازن تخزن فيها سلعها هذه الأصول أصول ثابتة ليست أصولا استثمارية فلا تضاف إلى رأس المال الزكوي فأنا بنحاول نعرف ما هي الموجودات الزكوية في الشركة وما يخص سهمك منها إذا الشركة عندها أموال نقد وعندها سلع وعندها ديون مستحقة على مدينين أملياء يرجى استفاها يبقى المساهم يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الموجودات الزكوية ويزكي الباقي إلا إذا كانت الشركة في حالة عجز كبير تستغرق ديونها موجوداتها فلا زكاة إذا الشركة ما عنداش أموال شركة خدمات ما عنداش أصول استثمارية تكون الزكاة في الريع فقط مثلا لو واحد استثمر في شركة تأجير سيارات شكل بتأجي سيارات تكون الزكاة على الدخل فقط وليس على قيم السيارات الموجودة عندها لأن زكاة المستغلات إنما تكون في الدخل في الريع وليس في قيم الأصول المستغلة شكرا